بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة لازلنا نعيش مع أسماء الله الحسنى واليوم نعيش مع اسم الله جل وعلا الخالق ما معنى الخالق؟ وكم مرة جاء هذا الاسم في القرآن معنى الخالق أي أنه هو الذي أوجد الخلق من عدم لم يكن هناك بشر فأمر الله جل وعلا أن يخلق آدم فخلق آدم ثم كانت منه حواء ثم تكاثر الجنس البشري لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جاء اسم الله الخالق في القرآن معرفا بأل في مرة واحدة في صورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وجاء في مواضع أخرى في القرآن حوالي عشرة مرات بمعنى أو جاء بلفظ خلق أو يخلق أو خالق لم يأت معرفا بأل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا مولانا جل وعلا خلق الليل وخلق النهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا مولانا جل وعلا خلق الأرض والسماء مولانا جل وعلا خلق الجبال جعل الجبال أوتادة مولانا جل وعلا خلق البحار مولانا جل وعلا خلق الخلق جميعا هو الذي خلق وذرأ وبرأ وصنع وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نسمع أحيانا بعض الخطباء يقول الله جل وعلا أمره بين الكاف والنون وهذه مقولة خاطئة لا ترددوها وإن سمعتموها من أحد صحح له هذه الجملة والأصل أن يقول أمره في الكاف والنون لأنك لو قلت بين الكاف والنون لفصلت بينهما بفاصل إنما في الكاف والنون في قول كن فيكون الله الذي خلقنا وذرأنا وبرأنا وأوجدنا من عدم ومن عدم يتجلى علينا في القرآن ويقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا ربنا قادر وأنت الخالق القادر المقتدر خلق الموتى وخلق الحياة خلق الجن والإنس يقول سبحانه وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون أي أن الخالق خلقنا لأجل عبادته أي أن الخالق أوجدنا من عدم ومن عدم ليباهي بنا الملائكة والملأ الأعلى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وسبحان الله يتزوج الرجل وربما لم يرزق بالأولاد ولا بالبنات يقول سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لماذا؟ إنه عليم قدير سلم أمرك لمولاك الخالق وقل يا خالق تكفل بيا فأنت الرازق أسأل الله جل وعلا أن يتجل علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسمه الخالق اللهم أمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته